خليفة نقطة تانية مهمة جدا وهي الزمالك ما دخلش فيه اهداف في دور المجموعات وده شيء يدلل على انه الزمالك بقى قوى جدا دفاعيا لا انا شايف لها علاقة بالثلاث فرق للزمالك لعبة ابو سليم جي لعب جيم دفاعيا بقى اقول حلو لا يعني انا هقول لك على حاجة يعني ابو سليم جي لعب جيم دفاع مية في المية بشكل بحث صور ما انا باعتبره ما يعتبرش فريق يعني فكرة انها يبقى حصلت مجموعة في مجموعة فيها سجرادة وبو سليم فده دليل يعني انها مش فريق سجرادة برضو يعني فريق مش قوي ممكن ليه ملامح كده بس تعال نشوف حاجة يعني الزمالك في لقاء المصري استقبل جون من وان توب داي والنهاردة كان هاستقبل نفسه جون تعال نشوف الكورة في لقاء المصري والكورة في لقاء النهاردة وحنا نعرف ان الزمالك مشاكله الدفاعية والمصري عارفك اسجل جون وضيع بالضرب الجزاء وضيع كذا جون ده الهدف اللي المصري جواه في الزمالك اللعيب الزمالك خرج المسلوسي عبدالغاني مش عايف يعمل الضغط الفرق النهاردة ومحمد طارق مش عارف يضغط بشكل مظبوط هنا عبدالغاني معرفش يرجع وز ان المسلوسي طالع عبدالغاني مش عايف يعمل والعوم خرار المسلوسي تعال نشوف النهاردة جون ده كان هيتكرر ازاي بالصور معنا بس طبعا مش معنا الفيديو بس الصور هتلاقي نفس ده هنا عادة تاني نفس يعني هنا المسلوسي بس عشان مجرد ان هو خرج عبدالغاني طبعا خطأ مركب بين المسلوسي عبدالغاني وطارق التلاتة تعال بس بقى نشوف يا شباب احنا بنعيد الجول كتير كده يا جماعة هو الجول دخل في زمانك مرة ايو بس كتير لو معنا الصور بقى بتاعت المهاتش النهاردة اللي هي لها علاقة بالتغطيات الدفاعية تمام النهاردة الفرصة اهل حلو حتتكرر نفس الشكل بص هنا عنا عايز الناس تركز بحاجة واحدة عبدالغاني واقف فين ناحية الشمال اه تمام المسلوس عندما يخرج المفروض هي الكرة اتلعبت الناحية دي المفروض يبقى فيه تحرق استباقي لجوه بقى وراء المسلوسي لان خلاص اللعب اللي انت هناك بترقبه بقى مع عبدالشافي اللعب اللي هناك فأخصى اليمين ده خلاص يعني يوم اما الكرة توصله حنوعد نبقى الرحل بقى مش مشكلة هي فيه فيه اتنين لعيبة دلوقتي فعبدالغاني اول ما المسلوس يخرج فيه لعيب زاد من نص هنا اللي هو مع دونجا المفروض عبدالغاني اول ما المسلوس يخرج عشان يقابل يبقى هول وراء المسلوسي واقفل العمق مش كمل بقى اللقطة اللي بعدها قبل مجبس ده يتعمل عبدالغاني ما زال في اخصى الشمال ومش قاري اللعبة انه هو يخرج وراء المسلوسي عشان يقفل هنا العمق فاللعيب استلم اللي هو جاي من قدام دونجا راح استلم على طول فين راح يجيب جون لولا ان دونجا لحقه كان حيبقى كربونة من جون المصري ففكرة ان انت استقبلت جون من وان تو بدائي في لقاء المصري والنهاردة من وان سري ومن عمق قلب الملعب دفاع ايه اللي يتحسل وانت قلب الملعب اللي بيروح يجيب جون في ماتش المصري وفي ماتش النهاردة بوان تو وان سري بداية يعني فيه ساعات الفرق بتعملها بشكل بقى يعني لأ النهاردة دي معمولة بدائية